حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتدارس معا الإشارات الكونية في كتاب الله ووصلنا إلى صورة النساء ولازلنا فيها ونتدارس معا في هذه الجلسة المباركة الآية رقم 82 من هذه الصورة من صورة النساء والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى عاتبا علينا نحن معشر المسلمين أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والخطاب أيضا يشمل غير المسلمين لأن أي إنسان لأن أي إنسان إذا نظر في القرآن الكريم بعين محايدة فإنه يدرك تمام الإدراك مدى الدقة الفائقة في هذا الكتاب كتاب نضم مئة واربعة عشر صورة فيه أكثر من ستة آلاف آية ستة آلاف متين اثنين وثلاثين آية هذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ واحد لا في اللغة ولا في المحتوى هذا الكتاب يتعامل مع قضايا عدة من قضايا العقيدة إلى العبادة إلى الأخلاق إلى المعاملات يتكلم عن الخلق بأبعاده الثلاثة خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان ويتكلم عن إفناء هذا الخلق بأبعاده الثلاثة إفناء الكون إفناء الحياة إفناء الإنسان وعلى بعث الكون بعث الحياة بعث الإنسان دون خطأ واحد يتكلم عن كثير من الظواهر الكونية يتكلم عن السماوات الأرض الجبال البحار دورة الماء يتكلم عن السحب الرياح الرعد البرق المطر البرد يتكلم عن قضايا كثيرة جدا دون خطأ لغوي واحد أو خطأ علمي واحد يتكلم عن قضايا في التاريخ يتكلم عن كثير من القضايا النفسية التي تحرك قلب الإنسان وعقله في آن واحد وترقى به إلى مدارج لا يمكن أن يرقى بها خطاب آخر كتاب معجز في كل أمر من أموره معجز بيانا ونظما معجز عقيدة وعبادة وتشريعا وأخلاقا وسلوكيات معجز من الناحية العلمية فلا يوجد فيه خطأ علمي واحد في كل معرض من قضايا علمية شملت أكثر من ألف آية قرآنية صريحة بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة معجز في خطابه إلى النفس الإنسانية معجز في النواحي الإدارية النواحي التربوية النواحي التاريخية النواحي الإنبائية معجز في حفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد معجز في حفظه على هذا المدى الطويد والذي لا تعرف البشرية كتابا بقي بين أيديها لهذا المدى دون أن يتعرض لشيء بالتغيير والتبديل والتحريف معجز في تحدي للإنس والجن فرادة ومجتمعين أن يأتوا بصورة من مثله يعني لا تنتهي عجائبه كما وصله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يخرقوا على كثرة الرد نرى كل النواحي الاجتماعية التي جاءت فيه النواحي الحضارية الجرس الصوتي البديع الإعجاز الرقمي الذي يتردد في كثير من آياته التفريق الدقيق بين كل من الضياء والنور بين النجم والكوكب بين الفرع والشط بين الرطق والفتق بين الانفطار والانشقاق والانفلاق والتصدع بين الرياح والريح الغيث والمطر العيون والأعين وصى وأوصى يشاق ويشاقق قضايا كثيرة جدا تشهد بهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صراعة بشرية ومن أروع ما يمكن أن يذكر عن هذا الكتاب العزيز المقابلات الدقيقة بين القضايا وبعارضتها فالدنيا والأخرة ذكرتها بعدد واحد الحياة والموت الملائكة والشياطين النفع والفساد الناس والرسل إبليس والاستعادة منه المصيبة والشكر الإنفاق والرضا الزكاة والبركة العقل والنور اللسان والموعظة الرغبة والرهبة الجهر والعنانية الشدة والصبر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والشريعة بعدد واحد الرجل والمرأة بدأت خمس من صور القرآن الكريم بالحمد وانتهت خمس صور من القرآن الكريم بالحمد ذكرت الصلاة خمس مرات الشهر 12 مرة البحر 32 مرة والبر 13 مرة وهذه نسبة ليابسة إلى الماء بدقة شديدة ورد رفض الجلالة في القرآن الكريم 2699 مرة وهذا الرقم لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على واحد مما يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه لذلك نقول أنه ما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى القرآن الكريم إلا ويرف منها يعني جانما من جوانب الإعجاز في كتاب الله منها يرى منها ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صياغة بشرية كتاب أنزل منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات أو صورة صورة يبقى هناك نظام رياضي دقيق يحكم توزيع الحروف في كل صورة يعني إذا بدأنا بصور التي تبدأ بالمقطعات ألف لام ميم نجد أن الرقم ألف هو أكثر الأرقام ورودا في الصورة يليه اللام يليه الميم وهكذا من يتخيل أن كتابا كهذا يمكن أن يكون صناعة بشرية كتاب تريد فيه الآية القرآنية بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنا من المعاني وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية دون تعارض أو تضاد كل فهم يكمل الفهم الذي يليه كلما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية رأينا في نفس الألفاظ معنا جديدا حتى يظل القرآن الكريم مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها لذلك نقول أن الله تعالى يعتب علينا أن نحن معشرا المسلمين كما يعتب على غير المسلمين أننا وهم لم نتدبر القرآن الكريم تدبرا كاملا حتى ندرك هذه الجوانب التي تشهد له بأنه كلام رب العالمين تشهد له باستحالة أن يكون من كلام بشر أنه يستحيل استحالة كاملة أن يكون هذا الكتاب صناعة بشرية كما نرى في غيره ما الكتب الموضوع لذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بتدبر القرآن الكريم ويعتب على الذين لا يتدبرونه ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة في صورة النساء أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولعلنا روينا في حلقة سابقة أن أحد علماء اللغة من غير المسلمين مر بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض يقول ضعت مني كلمة سلكه قال وضعت عشرين بديل وأنا أستاذ في اللغة العربية فأمره فأجراه فصيره فجعله لم تؤدي المعنى على الإطلاق وجاءنا يسأل وهو عضو في مجمع اللغة العربية في مصر يسأل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذا المقام فسلكه ينابيع في الأرض فقلنا له أن المياه المختزنة في صخور القشرة الأرضية لا توجد على هيئة برك وأنهار متدفقة وبحيرات مفتوحة لا هي أبارة عن خيوط شعرية دقيقة تتحرك بين حبيبات الصخر لها شكل السلك وحركة السلك وحجم السلك فقال ربنا تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض ولذلك قال علماء اللغة منذ القدم لو انت زعت كلمة واحدة من آية قرآنية كريمة وأضرت رسانك على مجامع اللغة لم تجد بديلا لها وهذا مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخارق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس اللغة وحية اللغة العربية وحفظه على مدى 14 قرآن أو يزيد وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقة حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسادة وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم بالله داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة